سميت بهذا الاسم نسبة إلى بنت إسماعيل الجليلي رابع خاتون أيضا من معالم هذه المنطقة كثرة الأزقة هاي الساعة هدية جت من زوجة الامبراطور الفرنسي نابليون بمحلتنا الناس الطيبي وحكايات ألوان أشكال وبكل بيت وعوجي وشارع أكو ذكرى أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم ومن جولاتي بمحلتنا محلات مدينة الموصل محلت الرابعية ومحلت الرابعية من محلية القديمة مدينة الموصل وسميت بهذا الاسم نسبة إلى بنت إسماعيل الجليلي رابع خاتون اللي بنت جامع الرابعية العام 1180 ومن المناطق المهمة أو المحلات المهمة في محلة الرابعية المدرسة الحسنية أو دار القرآن الكريم في هذه المنطقة وتقع مقابيل حمام قرى علي المدرسة الحسنية كان بيها دار للتعليم وأيضا تعليم أصول القرآن الكريم وكانت عبارة عن مدرسة تبيغة فهذه المدرسة منه قام بتشهيدة قامت بتشهيدة فردوس بن تيحية أغا الجليلي في العام 1222 للهجم أيضا من معالم هذه المنطقة كثرة الأزقة الموجودة بها أو كثرة القناطر القناطر اللي تقع بين الأزقة يتفقون طرفين أن يعملون غرفة إضافية للبيت ويعملوها على شكل جميل غرفة طبعا هاي أيضا تعاون بين أهل المنطقة مع بعض وهذه أيضا القناطر تعتبر من أهم المعالم الموجوجي في الوطن العربي وخصوصا مدينتنا مدينة الموصل أمن المعالم المهمة في منطقة الرابعية كنيسة الساعة وكنيسة الساعة تمت المباشرة ببناءها في 9 نيسان العام 1860 لتكون مقر للأخوة بالمكان في مدينة الموصل طبعا تم بناء هذه الكنيسة أو تشهيدها تقوّل تقريبا ست سنوات وتم تشهيدها من قبل القاصد الفافوي نوكالا كابوتشي وأيضا بحضور مطراني الكنيسة السريانية الكاتوليكية والكنيسة الكلدانية عبد يشوع خياط وبهنام بني أما برج الكنيسة اللي خلفي صاير كان بينه ساعة تشتغل على النصب وهذه الساعة هدية جيت من زوجة الامبراطور الفرنسي نابليون أرطانا لأهلنا أهل مدينة الموصل وبعدين بعد مئة سنة أو أكثر تم جلب ساعة الإلكترونية تعمل في هذا البرج وكانوا قبل أهل الموصل من كانت الساعة من نصبوها كانت المسافة اللي يسمعوها خارج من أهل الموصل حوالي 15 كيلو متر وأنا أنهي حلقتي لهذا اليوم عن محلة الرابعية من خلال هذا المكان وأقلكم مع ألف سلامي وتحياتي لكم وألتقيكم في محلة جديدة من محلات مدينة الموصل نحكي القصة ونحكي العبرة وكثيرة مثال والتراث والحفارة أصلاً هوني بموصلنا